اشتركوا في القناة 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 النادي الاهلي. ودي حاجة كانت غريبة. زي ما قلت لك. ان العوامل اللي ساعدت على كده. ان هما دخلوا مبران من ناحية التحام ازا كان في الهواء. او التحام اللي كان اه اه على الارض. والاستحواز اللي سيطروا عليه اه اه في داخل الملعب. عندهم فرصتين يا عيمن. فرصتين خطرين جدا. كان ممكن يكونوا اهداف اه 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 على نادي الكرة المرتدة سريع اللي كانت من مصد الملعب. هات عملت بين الدفاعات النادي الاهلي. لمحسن يجور اللي هو اه بيعتبر نجم الشوط الاولاني. وده كان الفراض في الديا 27. وضع هدف اكيد للنهضة البركان. اه 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 في الديا 45 في نهاية الشوط الاولاني. ضربة الرأس الفول اللي اتعمل اه 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 اتعمل كرصة عرض داخل المنطقة. ادروا يلعبوها لكن ما كانش فيها دقة من مهاجم اه اه نهضة بركان. صح. ويضيع هدف اكيد لنهضة البركان. صحي. كابتن علاء. ليه النادي الاهلي لم يكن فيه افضل حلقته للشوط الاولاني. وشوفنا سيطرة واستحواس. فنص الملعب بالذات من نهضة البركان. عشان نص ملعب راح منك. ايه الاسباب? ابتديت. ابتديت يعني الحد كبير كويس. لكن يعني هارجع وراء كده يومين ثلاثة ايمن. تصراحات المدير الفني لنهضة البركان. هو اللي حصل النهاردة. تصراحاته كلها انا انا اتخيلت ان هو بيتكلم كلام بيحقق اسميه لعيبته. لكن واضح ان هو كلامه كله انا بكلم الشوط الاول بس. كلامه كله هو بيحترم النادي الاهلي مش خات منه. وانا مش جاء عشان اخسر. وانا عند نفسه الطموح. وانا لعيتي بصق فيهم. الكلام اللي قاله كله نهاردة ايمن بعد سبع دقايق هو ده الشوط الاول. الشوط الاول انت دائما بتقيس الفرقة بالتحامات بنص ملعبك بيستحوش ازاي? تحركاتك ازاي? السنائيات ازاي? شكلك الدفاع ازاي? كل الكلام اللي احنا قلناه في الستوديو. التفوخ للنادي الاهلي عشان احنا قلنا الكلام بنتكلم على ورق. راح لنوضة بركان. بعد سبع دقايق بالزبط. بعد دكورة ديانج. اللي هم مش لازم يلعبه بطن رجله. كان لازم يشوته ببوش رجله. صح. ما ينفعش بطن رجله ابدا. لكن. حصل ان دفاعيا انت في مساحات هم بيلقوا بعض فيها. يعني معرفش انا مش عايز اقول كلمة هل عبت النادي الاهلي نزلين الصخة زايدة شوية. يعني في صخة زايدة شوية ان هم احسن من نوضة بركان في كل حاجة. دي كلفتهم بالشوت الاول. والحمد لله ايمن بسرعة كده ان الشوت الاول طلع سفر سفر. الحمد لله. كابتن عادر سريعا حلول المسلماني الشوت التاني. اه لازم نعمل عكس اللي عملناه الشوت الاولاني. بعد المسافات ما بين لعبتنا. هو العمل قدل كده. يمكن نوضة بركانة هي اللي وريبين من بعض قوي. احنا بعادة عن بعض جدا. فلازم نعرب خطوتنا. اه تاني حاجة لازم حسين الشحات وطار محمد طار التحرك يبقى اسرع من كده. ايمن اشرف ويسر ابراهيم لازم يخلي بالهم لانه ممكن حد فيهم يترد. وانا رأيي انه لازم اللي اتنين يتغيروا من بداية الشوت التاني. لازم يتغيروا. الحاجة التانية المهمة اه سولاية وقالي فيانجي لازم يقفوا فوس الملعب كتير. والكرة ما تتقطعش منهم كتير. الخلي بنا من الحاجات السابقة ما زلت بقول اصعب حاجة ليه من الحاجات السابقة. بازن الله. كابتن بلال سريعا هل نهات بركان هيكمل بالاسلوب ده? ولا هيكون عامل يقل بدنية وارتفاع السن? هيكون له دور الشوت التاني. بصنا هات بركان الشوت الاول ما لعبش زي الشوت التاني. زي ما احنا كنا بتوقعين. لعب بطريقة الاستحواز وبالعب بطريقة الخروج بكاتيم واحد. وانه بيدافع برضو كاتيم واحد. ما عندوش ازمة في حتة الجاري واليقل بدنية. لانه ما عملش يعني ما اشتغلش كتير او في الحتة الجاري. الشوت التاني يعني لازم بس الالي اضغط شوية. لازم الالي يبقى عنده بدرة الضغط في كل مكان. لازم الاتنين بتو نص ملعب بتونا السولياء وقالي يبقى اشهد من كده شوية اضغطوا اكتر من كده شوية. عشان بالينا من غلبة في نص ملعب. مستر بيسو مسماني سمع كلام كابتن عادل. وحنشوف من اول الشوت التاني. علي معلول مكان ايمن اشرف. ورامي ربيعة مكان ياسر ابراهيم. هنروح بحضراتكم لفاصل. ونرجع مرة تانية بعد نهاية احداث الشوت التاني. كل التوفيق النادي اقاية تحيير فوز. ان شاء الله ارجوكم انتظروه.